اشتركوا في القناة كنا في وسط الهجة بتاعت موسم الجوائز والكلام ده كله فما راجعتش الفيلم رغم ان انا اتفرقت عليه في وقت عرضه ولكن دلوقتي طبعا يعني ايه قعدت البيت بتزل بقى يا جماعة وحضراتكم اللي طلبتوا الفيلم ده انا مبارح في المراجعة بتاعة The Platform قلت ان انا مش عارف اعمل ايه بكرة وبين من الكمنس ان اغلب الناس عاوزين مراجعة الفيلم ده بجانب افلام زي The Lighthouse وافلام اخرى ان شاء الله بازن الله هحطهم في اجندتنا المسحومة دي ونكمل في مشروعنا الطموح اللي احنا شغالين فيه بتاع مراجعة كل يوم ولو انتوا مبسوطين من شغلي في الكام يوم اللي فاتوا اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للحلقة دا اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين اتمنى ان انتوا تعملوا شار شجعوني اشجعكم وايه الكيف منولة زي ما بيقولوا يعني فيلمينا النهاردة هو زي ما قلت فيلم The Gentleman الفيلم بيحكي عن شخصية ميكي بيرس بيرسون شخصية لشخص امريكاني عايش في لندن نجح في انه يبني امبراطورية عريضة جدا لتصنيع وتجارة وتوزيع المريوانة المخدرات يعني المخدرات العفيفة يعني مش فاهم المهم يعني وبيخطط بعد نجاحات كبيرة جدا انه عاوز يتقعد عاوز يبيع المنظومة بتاعته دي كلها ويتقعد مع امراته وعنده حد مهتم بالشراء ولكن بمجرد لما بيبتدي العملية دي بتحصل حادثة معينة بتعقد عملية الشراء وبيخش على الخط محقق خاص بيبتدي يبتز المساعد الشخصي بتاع ميكي علشان ياخد منه فلوس مقابل السماح بان الصفقة دي تستمر للنهاية وبعد كده بنشوف مع بعض التعقدات دي اللي بتخش فيها اطراف كتير جدا بتستقر على ايه لما بقول تعقدات بتخش فيها اطراف كتير جدا لازم نفتكر مين هو صانع الفيلم صانع الفيلم هو جاي ريتشي مخرجا ومشاركا في السيناريو وجاي ريتشي من صناع الافلام الانجليز المهمين ليهم تاريخ مطير جدا للاهتمام وللاستغراب في نفس الوقت الراجل ده ظهر في نهاية التسعينات بداية الالفنات بفيلمين متتاليين اقدر اقول انه هم عملوا زلزال في اوساط الافلام المستقلة وقشروا لدخول صانع افلام مطير جدا للاهتمام في الصورة وهم الفيلمين هم وبعدية على طول سناتش والفيلمين ارسخوا البصمات اللي بتعرف طبيعة او خصوصية جاي ريتشي جاي ريتشي الفيلمين اللي انا اتكلمت عنهم دول كتبهم واخرجهم والفيلمين بيدوروا في الحياة الاجرامية خلينا نقول حياة الشوارع حياة الاذقة حياة الحواري حياة الجريمة عايز اقول وطية بس حاسس ان هو لفظ قاسي شوية في لندن في انجلترا الفيلمين كان فيهم اطراف كتيرة جدا الفيلمين اعتمدوا بشكل كبير جدا على الحوار الذكي على الشخصيات المتطرفة سواء في امكانياتها او في شرها او في نواياها او في ذكاءها او في حاجات كتيرة قوي اعتمد كمان على الشخصيات الغبية كان عنده يعني الشخصيات الغبية من البصامات المهمة جدا في افلام جاي ريتشي الاولانية بتكلم على لوكستاك وبتكلم على سناتش بالتحديد توظيف الساونتراك بتاعه بطريقة جذابة جدا السيناريوهات العبتية المجنونة داخل الفيلم في فصول محددة الاكشن الممزوج بالكوميديا والاكشن اللي ما بيتواراش ما هواش اكشن حميد ما هواش اكشن بسيط احنا بنتكلم على اكشن عنيف جدا وده موي جدا ولكنه ممزوج مع كوميديا فبيقدم حاجات مختلفة بعض الاشارات للثقافة الشعبية في الفترة بتاعت الفيلمين دول بعض الاشارات لبعض عايز اقول المجميع او الاطياف او الناس مش عارف ساميهم ايه بالظبط اللي عايشين جوه لندن انا بالتحديد عمال اشير للمجتمع بتاع الغجر اللي كان في فيلم سناتش واللي ليه تشابهات كتير في افلام كتير وليه تشابه مع الفيلم ده المهم يعني جاي ريتشي عنده بصمات كتير جدا مقدرش اقول انها من اختراعه ولكن هو الوحيد اللي وظفها كلها على بعضها وقدر يقدمها في افلام بتضم اطراف كتيرة جدا بخطوط احداث متشابكة جدا ومتقلبة كتير جدا توظيف هايل جدا للصدف الصدف يا جماعة عادة لما بنتكلم عليها عند اي فيلم لأي صنع افلام بنتكلم عليها كعيب الراجل ده بيحمل افلامه بقدر كبير جدا من الصدف الغريبة واحنا متقبلنها كبصمة رئيسية لي مهم الراجل ده بعد ما قعد فترة طويلة جدا بيعمل الفيلمين دول وبينضر له باهمية كبيرة للأسف دخل في تاريخ طويل من التخبط بعض الاعمال الجيدة واعمال كتير اقل بكتير من الجيدة وما قدرش اقول ان هو اتصالح مع الجمهور ومع النقاد اطلاقا من ساعتها رغم ان انا شخصيا عجبني جدا الفيلمين بتوع شارلوك هولمز اللي هو اعمالهم وبالوهم على مجتمع النقاد وعلى مجتمع المشاهدين ان هما ما سمحولوش ان هو يستمر في السلسلة دي لانها حقيقة كويسة جدا وكانت رايحة في اماكن كويس مهم ليه كل الكلام ده مهم بالنسبة الفيلمين النهاردة مهم لان الفيلم ده من ساعة التريلر واحنا عرفنا كويس جدا وبقى باين كويس جدا انه بيرجع تاني للتركيبة بتاعة لوك ستوك والتركيبة بتاعة سناتش الاطراف الكتير الحوار الكوميديا الاكشن الجنان البطولة الجماعية لعدد كبير من الاسماء المهمة والامور اللي زي دي والحقيقة فيلم ده جنتلمن زي ما هو بالفعل ماشي على نفس الخطى بتاعة المدرسة القديمة حاول بشكل واضح جدا ان هو يهرب منها اولا بان مش كل شخصياتنا بتنتمي للحياة الشوارعجية الانجليزية يحن الوقت بنتكلم على واحد عنده امبراطورية عايز يباعها بمبالغ خرافية بنتكلم على المساعد بتاعه اللي عايش في بيت خرافي بنتكلم عن واحد بيبتزه لملايين كتير جدا وكلام زي ده لسه برضو بيخش عندنا الخط الشخصيات المهمشة الإجرامية البسيطة دي ولكن ما هماش البصلة الاساسية بيختلف كمان في ان الفيلم ده حاول يبعد شوية عن الصدف ويوظف اكتر التواقات يعني المفترض ان فيه بعض الالغاز جوه الاحداث بتاعتنا بنحاول نحلها وبنحاول نكتشف حقيقتها وامور زي دي الفيلم كمان مختلف شوية على مستوى الناراتف على مستوى اسلوب السرد لانه بيعتمد على ان المحقق اللي احنا اتكلمنا عليه اللي قايم بدوره في حواره الابتزازي مع مساعد ميكي اللي هو ريموند اللي قايم بدوره تشارلي هنم انا في البداية تصورت ان دي تصورت ان دي الطريقة اللي حيترحوا بها مقدمة الاحداث ولكن اكتشفنا بعد كده انها البصلة بتاعت الاحداث كلها ان احداثنا كلها في الحقيقة بتمشي من خلال الحوار ده والحكي ده فاسلوب السرد هو كمان مختلف وتم توظيف بعض الادوات الغريبة فيه زي الرول باك يعني بيحصل حدث معين وبعدين اكتشف انه ما حصلش ولا حاجة وبعدين بنبص على سيناريو اخر لان المفروض ان المحقق بتاعنا بيطرح الحدوتة دي كلها كمشروع فيلم ودي برضو حاجة كده شغالة في الخلفية الحقيقة مش فهم ايه اهميتها خلص يمكن تكون بتعكس او بتتري او بتشير لان جاي ريتشي اللي طول عمره او ان بناءه الاساسية او ان انطلاقه الرئيسي كان من الافلام المستقلة دلوقتي بقى بيشتغل مع ستوديوهات كبيرة وده بيأثر ازاي على العمل بتاعه كل الاختلافات دي من حيث المبدأ شيء جيد انا ما حبش ان انت توريني نفس الفيلم تاني لانك اصلا سناتش ولوقستوك كان فيه بينهم تشابهات كتيرة انا شخصيا بحب سناتش اكتر بس كان برضو في البداية بينظر له زي ما يكون اعادة اعادة تخليق لنفس التركيبة بتشابهات كتيرة جدا احنا هنا بنحاول نهرب من التشابهات دي وبنحاول بس نحتفظ بالبصمات الرئيسية وللأسف ما قدرش اقول ان الاختلافات دي اغلبها كان موافق بالعكس اغلبها ما كانش موافق الحوار المطول جدا ما بين هيو جرانت وما بين تشارلي هنم ما كانش جذاب كان بيعتمد على تعبيرات معقدة جدا حاجة كده عاملة زي التزورس كل كلمة لازم نشوف لها المقابل الشاعري جدا ما بقولش ان ده منفصل عن حقيقة الفيلم لان من المفهوم ان الشخصية دي بتحاول تكتب فيلم فهو عاوز يكتب باسلوب ادبي وبحاجات زي كده بس مضاقا مرهق في المتابعة بعد فترة خصوصا كمان لما الاحداث اللي هما بيحكوها دي سخنت وبقى انا عايزين نرتبط اكتر بالاحداث نفسها الالتواءات اللي هما معتمدين عليها انها تشكل نوعا الانواع الغموض في الاحداث اللي احنا نتفرج عليها اغلبها كمفهوم جدا يعني حسيت في مرحلة ان المراحل ان انا ابام واحد من الامتحانات اللي كنت بحلي فيها وحش في السنوية العامة عشان كنت مذكر اكتر من اللازم او عشان كنت متوقع ان الفيلم ان الامتحان هيبقى اصعب من كده بعدين اكتشف ان انا لو كنت جاوبت البسيط كان هو الصح موضوع واضح قوي ليه يا جماعة عصابات بالحجم ده تعصلك في حاجة زي دي من المفترض ان هي واضحة اساسا وما فيهاش هذا القدر من التعقيد المجموعات بتاعة التواقف او الجروبس او مش هارف اسميهم ايه العصابات المختلفة اللي موجودة معنا المرة دي مش متعددة بالقدر الكافي هنا مقدرش اقول ان ده عيب بس انا كنت مشتقلة ده كنت عاوز اتفرج على ده ومع ذلك بعيدا عن حدوتتنا بالشكل الكبير وبعيدا عن البناء الرئيسي على الفيلم اللي حقيقي فيه معيوب لما نبتدي نخش على مستوى التفاصيل حنلاقي فعلا جاي ريتشي في فرمة ممتازة جدا في لسه عندنا بعض الشخصيات الاكسنتريك الغريبة المتطرفة اللي عندها امكانيات ما تتوقعهاش واللي بتتكلم بطريقة ما تتوقعهاش واللي عندها كود اخلاقي في التعامل مش ممكن تتصوره وانا هنا بشير بشكل مباشر لشخصية كوتش اللي جسدها كولين فارل الحقيقي اكتر شخصية جذبة في الفيلم كله فكرتني شوية بشخصية براد بيت في سناتش مع الاختلافات الكبيرة بس الكارزمة العظيمة اللي موجودة جواه الموضوع بقيت الكاست كله على عينيه وعلى رأس هيو جرانت لولا الكارزمة بتاعته كانت الحوارات المطولة دي كانت نيمتني كانت خلاص يعني قضت على فكرة ان انا ممكن احب الفيلم ده من اساسه تشارلي هنم كويس جدا ماتيو مكونا هي كويس جدا بس يا جماعة عايزين نتفق على حاجة الناس دي كلها ما جاتش الفيلم ده عشان تمثل يعني هم جايين يستعرضوا كارزمة جايين يطرحوا الحوار الجذاب الرائع بتاع الجاي ريتشي جايين يعملوا شوية كوميديا جايين يعملوا شوية اكشن جامد جدا في بعض المشاهد الاكشن في الفيلم عظيمة بصراحة فكرة اصلا عصابة كولين فيرل ديت من اجمل الحاجات اللي اتعملت في السنما السنة اللي فاتت كلها السنة دي سوري احنا في يناير يبقى السنة دي يعني اللي هي يعني السنة اللي اتقصف عمرها قريب ديت خلاص احنا احنا نشتغل على الفيلمين على الكام فيلم اللي اتعملوا الفبراير وهي دي السنة السنماية بتاعتنا على ما يبدو ربنا يستر ان شاء الله عصابة عظيمة عصابة الجيم بتاعت الامام اي اللي بيغنوا راب وبيعملوا فيديوهات وعاوزين يبقوا يوتيوبرز يخربت الزكاء اللي في الدنيا والانعكاس في نفس الوقت على الثقافة الشعبية المعصرة ودي كانت من البصمات المعتادة في افلام جاي ريتيو اعتقد انها كانت موفقة جدا هنا المشهد العبثي بتاع الجريمة اللي بتحصل واللي بتتصور بالموبايلات وبعدين الرجالة بتوع ريمينز وهم بيجروا عشان يلموا الموبايلات تانية ايه خرب بيت العظمة مشهد من اروع ما يمكن فو احنا بنتكلم عن الوحدات المنفصلة دي التقلب اللي في شخصية زوجة ماتيو مكونهي واصلا طبية علاقتهم ببعضه المكونات الصغيرة دي وحنا بنتكلم على المستوى المايكروسكوبي للتفاصيل هنلاقي حاجات كتير نستمتع بيها بس لما بتتلزق مع بعض بتعمل الصورة الكبيرة اعتقد انها ما كانتش موفقة بشكل كبير جدا ولذلك حكمي العام على الفيلم او رأي العام في الفيلم هو انه فعلا محاولة جيدة وجديرة جدا بالاحترام لاستعادة الفرمة القديمة اوي بتاعت جاي ريتشي مع بعض المحاولات الواضحة للهروب اللي للأسف اجبرتنا على المقارنة والمقارنة ما طلعتش في صالح الفيلم الاخير اللي هو اللي تقييمي ليه سبعة من عشرة ومع ذلك يظل من الافلام اللي انا برشحة للناس جدا ممتع جدا ومسلي جدا بالذات في الظروف اللي احنا فيها هو والفيلمين كمان اللي احنا تفرجنا عليهم او اللي انا قلت عليهم في البداية بس ده كل اللي عندي على فيلم الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار واللايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيركم الحلقات اول بول تابعوني على تويتر وفيسبوك ونيمو بوديو باي باي